توفي الأب وابنه الوحيد يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقامت الأم بتربيته ورغم تقدم الكثير للزواج بها لأخلاقها وجمالها إلا أن الأم رفضت كل المتقدمين وفضلت تربية ابنها كبر الإبن وأصبح شابا وكانت الأم توصيه بالصلاة والتقرب إلى الله ولكنه كان لا يستمع لها ودائما كان مجغولا عنها بسبب جلوسه الدائم أمام الإنترنت الذي كان يعطيه أغلب وقته ونادرا ما كان يجلس مع أمه ويتبادن معها الحديث وفي يوم دخلت الأم عليه وعاتبته أنت لا تشعر بي ولا بوجودي ولا تسأل عني ولا عن أحوالي بسبب هذا الجهاز العين حتى فرض الله لا تؤديه فرد ابنها مازحا أبشري يا أمي فسوف أشتري لك جهازا مثله وأنت تجيدين القراءة والكتابة ولن تملي من جلوسك أمامه طوال اليوم صمتت الأم في حزن وظل الابن مشغولا عنها حتى كان اليوم المشؤوم الذي رأت فيه ابنها وهو يشاهد أفلاما إباحية فصرخت في وجهه ما هذا؟ اتق الله يا بني ثم أخذت توصيه بقلب الأم وهي تبكي طالما حياتك كلها هكذا فأنا أخاف أن تموت على ما أنت علي فمن عاش على شيء مات عليه وكعادته لم يهتم الابن بنصائح أمه بل سخر من كلماتها وطلب منها أن تغادر حجرته ولا تتدخل في شؤونه فخرجت وهي تبكي وتدعو الله أن يتوب عليه مما هو فيه وبعد يومين فقط كانت الفاجعة حين اتصلت الأم بأخيها إمام المسجد وهي تصرخ أسرع يا أخي فأنا في كارثة أسرع الأخ إليها وحين رأته أغمي عليها وحين أفاقت أخذت أخاها وأدخلته غرفة ولدها فإذا بولدها عار الجسد وجالس أمام الكمبيوتر ويشاهد من خلاله فيلما إباحيا ولكنه ميت وأمه تصرخ وتقول لأخيها لم يكن يصوم أو يصلي فما مصيره يا أخي بكى الأخ ولم يستطع أن يتفوه بأي كلمة حتى بعد أن غسله وكفنه ودفنه لم ينطق بكلمة حتى لا يزيد من أحزان أخته ولكنه قال بينه وبين نفسه من غضب الله عليه أماته بهذه الميلتة وسيلقى ربه هكذا يوم القيامة أمام جميع البشر فقد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يقول تاجر سوداني كنت أعمل في التجارة مع صديق السعودي سعود في مدينتنا بريدة وذات يوم ذهبت لصلاة الجمعة في الجامع الكبير كعادتي فقال الإمام الصلاة على الجنازة وتسألنا من المتوفي فإذا هي الصدمة إنه صديق العمر سعود صدمت بشدة وصلينا الجنازة على حبيبي وصديقي عمري رحمة الله عليه وبعد شهور من الحادث بدأت أصفي حسابات مادية مع أبناء سعود وورثته وكنت أعلم أن سعود رحمه الله عليه دين بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي لأحد التجار فطلب مني التاجر أن أذهب معه للشهادة بخصوص الدين عند أبناء سعود وحيث إن الدين لم يكن مثبتا بشكل واضح لأنه تم عبر عدة صفقات لم يتضح لأبناء سعود هل والدهم سدد ثمن الصفقات أم لا ورفض أبناء سعود التسديد ما لم يكن هناك أوراق ثابتة تثبت أن والدهم لم يسدد المبلغ ولأن العلاقة بيننا نحن التجار تحكمها الثقة لم يوثق ذلك التاجر مراحل التسديد بوضوح ولم تقبل شهادتي وصارحني ابن سعود قائلا لم يترك لنا والدي سوى ستمائة ألف ريال فهل نسدد الدين الذي لم يهتم صاحبه بإثباته ونبقى بلا مال دارت بي الدنيا وتخيلت صديقي سعود معلقا في قبره مرهونا بدينه كيف أتركك وأتخلى عنك يا صديق الطفولة ويا شريك التجارة وبعد يومين لم أنم فيهما وكنت كلما أغمطت عيني بدت لي ابتسامة سعود الطيبة وكأنه ينتظر مني مساعدة فعرضت محل التجاري بما فيه من مضائع للتقبيل والبيع وجمعت كل ما أملك وكان المبلغ أربعمائة وخمسين ألف ريال فسددت دين سعود وبعد أسبوعين جاءني التاجر الدائن لسعود وأعاد لي مبلغ مائة ألف ريال إنه تنازل عنها عندما عرف أني بعت بضاعتي ومحلي من أجل تزديد دين صديقي المتوفي وقال التاجر الدائن ذكر قصتي لمجموعة من تجار بريدة فاتصل بي أحدهم وأعطاني محلين كان قد حولهما لمخزن وذلك لأعود لتجارتي من جديد وأقسم لي أن لا أدفع ولا ريال واحد وما إن استنمت المحلين ونظفتهما إلا وسيارة كبيرة محملة بالبضائع نزل منها شاب صغير في الثانوية وقال هذه البضائع من والد التاجر فلان يقول لك عندما تبيعها تسدد لنا نصف قيمتها فقط والنصف الباقي هدية لك أشخاص لا أعرفهم بدأوا بمساعدتي من كل مكان وانتعشت تجارتي أضعاف ما كانت قبل تلك الحادثة ونحن الآن في رمضان عام 1436 هجريا والحمد لله لقد أخرجت زكاة مالي ثلاثة ملايين ريال تعليق أولاده فلذات كبده لم يكترث بسداد دين والدهم طمعا في الميراث والصديق الذي كان بمثابة الأخ المخلص ضحى بباب رزقه حتى لا يحبس صديقه في قبره ويعذب بسبب دينه هذه الصحبة الطيبة والأخوة الصادقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر